بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رمب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب و الطالبات سلام الله عليكم و رحمته و بركاته و حياكم الله و تعالى و بياكم و أهلاً و سهلاً بكم معنا في درس متعلق بالتفسير درسنا بإذن الله تعالى هو عبارة عن مراجعة و تقويم لدروس من آيات الكريمات من سورة الحجر بإذن الله تعالى أراجع و إياكم الآيات و نذكر بعض التقويمات و كذلك الأنشطة التي تعين بإذن الله تعالى على استذكار ما مضى من الدروس فكونوا معي بارك الله و فيكم إذن أيها الطلاب و الطالبات درسنا كما علمتم هو مراجعة و تقويم لدروس السورة يعني الحجر هذه السورة التي أمضينا فيها بعض الدروس و تأملنا فيها شيئاً من الآيات الكريمات نبدأ و إياكم درسنا على بركة الله تعالى مع هذا المدخل و هذه التوطئة و التمهيد هنا قد انتهينا بحمد الله تعالى من الوحدة الخامسة من هذا المقرر و التي كانت بعنوان تفسير سورة الحجر و في هذا الدرس بإذن الله تعالى سنأخذ و إياكم مراجعة و تقويماً لما سبق أن درسناه أبدأ و إياكم أيها الطلاب و الطالبات مع هذه الآيات الكريمات التي ترونها على الشاشة و قد تلوتها على مسامعكم سابقاً لكننا بإذن الله تعالى نتأمل و نراجع و إياكم شيئاً من معاني الكلمات فتأملوا معي في معنى قول الله تعالى في شيع الأولين ما المراد بقوله سبحانه شيع الأولين أحسنتم نعم في أممي الأولين و أتباعهم السابقين في قوله سبحانه و تعالى نسلكه ما المراد بقوله جل وعلا نسلكه أحسنتم أي ندخله و المراد التكذيب و الكفر و الاستهزاء فإن الله تعالى بقدره جل وعلا و حكمته يدخل التكذيب و الكفر لأنهم لما أعرضوا عن ما جاءت به الرسل جعل الله تعالى في قلوبهم هذا التكذيب لأعقوبة لهم على إعراضهم عما جاءت به الرسل عليهم السلام في قوله سبحانه و تعالى قد خلت سنة الأولين ما هي السنة التي سنها الله تعالى في إهلاكهم بسبب كفرهم و تكذيبهم بما جاءت به الرسل عليهم السلام في قوله تعالى يعرجون مع معنى ذلك يعني يصعدون فالعروج هو الصعود و الرقي إلى أعلى في قوله سكرت أبصارنا يعني سدت و منعت من الإبصار هذا ما يتعلق بمعاني الكلمات في الآيات التي معنا بعد هذا ننتقل أيها الطلاب و الطالبات و إياكم إلى هذا التقويم و هو عبارة عن سؤال كنوا معي في تركيز مع هذا التقويم السؤال يقول ما واجب المسلمي تجاه الرسل عليهم السلام الرسل أرسلهم الله جل وعلا إلى الخلق مبشرين و منذرين فما الواجب علينا جميعا تجاه هؤلاء الرسل الجواب هو ماذا؟ الإيمان بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله الواجب علينا جميعا أن نؤمن بالأنبياء و الرسل كلهم من ذكرهم الله تعالى في كتابه على وجه التعيين و من لم يذكره منهم كما جاءت الآيات بذلك أيضا التصديق بما جاءوا به من عند الله جاءوا بالدعوة للتوحيد جاءوا بالشرائع نصدق أنهم جاءوا بالحق المبين من الله سبحانه و تعالى و أنهم أيضا مرسلون من الله عز وجل إذن هذا نتعلق بالواجب علينا تجاه الرسل عليهم السلام إذن نأتي و إياكم بعد هذا أيها الطلاب و الطالبات إلى تقويم آخر و هو عبارة عن هذا السؤال استخرج ثلاث فضائد من قوله تعالى و لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون و هذا يجعل الطالب و الطالبة يتأمل في الآيات حتى يستخرج الفوائد و الأحكام فنأتي إلى أول فائدة من الآيات هنا شدة عتو المشركين و إنكارهم للآيات فهذا يدل و دلالة واضحة على هذا المعنى من الآيتين اللتين معنا أيضا فائدة أخرى نستخرجها من الآيتين أن طلب المشركين للآيات ليس للاسترشاد و إنما من باب المكابرة و العناد إذن هم يريدونها ماذا؟ عنادا و استكبارا و تعجيزا للرسل عليهم السلام في الفائدة الثالثة التي بعدها أن من سبيل رد المشركين للآيات الكذب و لو على أنفسهم يعني يحاولون بشتى الوسائل رد ما جاءت به الرسل و لو أنهم يكذبون على أنفسهم حتى يردوا ما جاءت به الرسل و هذا من تلبيس الشيطان عليهم و صده إياهم عن الحق إذن هذا ما يتعلق بهذا التقويم ننتقل أيها الطلاب و الطالبات إلى أيضا تقويم آخر من التقويمات المعينة لنا على التدبر للآيات هنا بيّن من فرد به القرآن الكريم عن الكتب السماوية الأخرى و هي كلها من عند الله لكن ما الذي يميز كتاب الله تعالى القرآن الكريم عن الكتب الأخرى من التوراة و الإنجيل و الزبور نأتي إلى الجواب هنا أنه محفوظ من الله عز وجل و إنا له لحافظ إذن تكفر الله تعالى بحفظ كتابه الكريم و لم يتكفل بحفظ غيره بل جعل حفظ التوراة و الإنجيل و الزبور إلى أهل الكتاب كما قال جل وعلا بما استحفظ من كتاب الله أيضا نأتي إلى هذا الأمر الآخر وهو أن القرآن الكريم معجز بلفظه و معناه و نظمه فيه إعجاز و تحدى الله تعالى به العرب أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور مثله و أن يأتوا كذلك بسورة مثله و عجزوا عن ذلك لأنه تنزيل من عند الله سبحانه و تعالى نأتي أيها الطلاب و الطالبات إلى آيات أخر من الآيات التي سبق أن درسناها و الآيات بين أيديكم على الشاشة تأملوا في الآيات و نأتي على أبرز المعاني التي لا بد من بيانها و استذكارها لما سبق أن بيناه سابقا هنا في قوله تعالى و لقد جعلنا في السماء بروجا ما المراد أيها الطلاب و الطالبات بقوله بروجا أو ما هي البروج البروج هي منازل الكواكب السيارة و سماها بروجا لماذا لارتفاعها فالبرج مرتفع و أخذ تسمية البرج برجا لأجل ارتفاعه في قوله تعالى إلا من استرق السمع ما المراد بقوله استرق السمع يعني اختلس الأخبار من الملأ الأعلى في قوله فأتبعه شهاب ما المراد بهذه الجملة أحسنتم أدركه و لحقه شعلة من نار حتى تصيبه و تقتله في قوله جل وعلا و ألقينا فيها رواسي ما المراد بالرواسي هي الجبال الثابتة لتحفظ الأرض لألا تميد بالعباد أيضا ننتقل إلى قوله جل وعلا و أنبتنا فيها من كل شيء موزون ما المراد بقوله موزون أحسنتم مقدر بحد معلوم ثم نأتي إلى قوله و ما ننزله ما المراد بهذه الآية أي لا ننزل المقدر من كل شيء من مطر أو غيره إلا بقدر معلوم علمه الله سبحانه و تعالى هذا ما يتعلق بهذه الكلمات بعد هذا ننتقل أيها الطلاب و الطالبات و إياكم إلى هذا التقويم و هو عبارة عن سؤال تأملوا في السؤال و حاولوا في الإجابة كيف حفظ الله السماء من الشياطين كيف حفظ الله السماء من الشياطين الجواب كما علمتم أيها الطلاب سلط عليهم الشهب تسقط عليهم فتصيبهم فيهلكون فأتبعه شهاب مبين كما أخبر الله سبحانه و تعالى ننتقل إلى هذا التقويم الآخر و هو عبارة عن سؤال لماذا يمتن الله على عباده بما سخر لهم من أسباب المكاسب و أنواع المعايش الله تعالى ذكر في الآيات نعما عظيمة أنعم بها علينا و امتن بها علينا ما الحكمة من سرد و التذكير العباد بهذه النعم الجواب كما تعلمون أيها الطلاب و الطالبات كي يشكروه و لا يكفروه و يصرفوا هذه النعم في طاعته الله سبحانه و تعالى إذن علينا أيها الطلاب و الطالبات أن نشكر الله تعالى على ما أنعم به علينا من هذه النعم الظاهرة و الباطنة لأن النعم إذا شكرت قرت و إذا كفرت فرت نسأل الله تعالى السلامة و العافية نأتي أيها الطلاب أيضا إلى تقويم آخر من التقويمات المفيدة بإذن الله تعالى و مع هذا السؤال ما المظاهر التي مكن الله بها الإنسان من الحياة على الأرض هناك مظاهر بها بإذن الله تعالى يستطيع الإنسان أن يعيش على وجه هذه البسيطة فما هي هذه المظاهر أيها الطلاب و الطالبات نعم الجواب توافر مقومات الحياة من المأكل و كذلك المشرب و المسكن و هذا قد هيأه الله سبحانه و تعالى و يسره أيضا وهب الإنسان العقل لماذا؟ ليفكر في كيفية الحصول على هذه الأرزاق و هذا المسكن و كذلك أيضا هيأ الله في الأرض كل الظروف التي تضمن استمرار الحياة في الأرض إذن هذا كله من نعم الله تعالى و من أنه على عباده حتى يعيشوا على وجه هذه البسيطة و هذا فضل من الله تعالى يجب علينا أن نعترف به لله تعالى و أن نشكر الله سبحانه و تعالى بألثنتنا و كذلك بجوارحنا هذا ما يتعلق بهذا التقويم أيها الطلاب و الطالبات نأتي و إياكم بعد ذلك إلى ختم درسنا بعد أن طوفت و إياكم في متعة و تأمل و تدبر الآيات الكريمات من هذه السورة و هذه السورة مليئة أيها الطلاب و الطالبات بالفوائد و الأحكام على كل طالب منكم و كل طالبة أن يقرأ الآيات و يتأمل معانيها لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا شيء أنفع للعبد في معاشه أي في الدنيا و معاده أي في الآخرة و أقرب إلى نجاته من تدبر القرآن و إطالة النظر في معانيه فإن ذلك يطلع المرأة على معالم الخير و الشر بحذافه فمن رامى الهدى من رامى العلم من رامى التوفيق و السداد فعليه أن يقرأ كتاب الله سبحانه و تعالى فنرجع إلى هذه الآيات و تأمل معانيها و نقف و إياكم في محاولة لاستخراج الأحكام و الفوائد لأن التدبر و التأمل يزيد العبد إيمانا بالله سبحانه و تعالى يزيده كذلك قوة في إيمانه بالله سبحانه و تعالى أيضا يزيده إقبالا على كتاب الله سبحانه و تعالى مهما أكثرنا من تلاوته و النظر فيه فإننا نزداد شغفا و حبا و تعلقا به لأنه تنزيل من عند الله سبحانه و تعالى ألم تروا أيها الطلاب و الطالبات هذا الكتاب الكريم الذي أنزله الله و تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم و قد مضى عليه أربعة عشر قرن و زيادة و هو محفوظ لم يتغير لم يحرف لم يبدل لم يزد فيه و لم ينقص منه و هذا يدل على أنه من عند الله سبحانه و تعالى و لذلك هناك قصة ينبغي أذكرها في هذا المقام حتى ندرك فعلا عظمة كتاب الله سبحانه و تعالى و حفظ الله له حيث أن أحد الخلفاء العباسيين أو الأمويين جاءه يهودي و عرض عليه أن يسلم فأبى فمضى اليهودي و بعد عام جاء و يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله سأله هذا الخليفة عن سبب إسلامه فذكر أنه عمد في السنة الماضية إلى نسخة من التوراة و حرف فيها و زاد و نقص ثم عرضها للبيع فاشتراها الناس و راجت بينهم ثم كذلك عمد إلى نسخة من الإنجيل و حرف فيها و زاد و نقص و بدل فيها ثم باع هذه النسخ فاشتراها الناس لما أتى إلى كتاب الله تعالى و حرف فيه و زاد و نقص و أراد أن يبيعه لم تذهب نسخة واحدة و لم يشتري الناس شيئا منه فأدرك أن الكتاب محفوظ بحفظ الله تعالى فجاء فأسلم عند هذا الخليفة و هذا يدل على حفظ الله سبحانه و تعالى الكتاب فعلينا أن نحفظ كتاب الله تعالى بصدورنا و كذلك نحفظه بالعمل به بجوارحنا و أن نكون في حياتنا كلها نسير على وفق كتاب الله سبحانه و تعالى و نتأمل معانية نزداد بإذن الله تعالى بذلك إيمانا و كذلك يحصل لنا الثواب و الأجر من الله سبحانه و تعالى هذا ما تيسر ذكره و إعداده حول هذه المراجعة و الاستذكار لآي هذه السورة أشكر لكم ختاما أيها الطلاب و الطالبات طيب المتابعة و حسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته